فيصل ما خلى شي ما سوا في الإعلام قدم برامج بالإذاعة حتى فيها نكت قدم برامج عن تكاثر الثديات اشتغل فويسوفر فويسوفر اللي هو معلق صوتي على أفلام وثائقية على حلقات قرآن كريم لما تحول فيصل فترة من الفترات قال أنا شاعر شون أنت شاعر؟ راح مصر وكتب كلمات أغنية أنا عجبتني الأغنية كتبها بالمصري فيصل يجيد اللغة التركية وحكي شوي إيراني هندي ذاتبي لغة عربية هو ضليع في اللغة العربية يعني بشكل جبار فيصل راح مصر وسكن بشقة فيها عبدالله القعود الملحن وهذا ملحن وهذا شاعر ففيصل قال أنا دام اشتغلت إعلام خانكتب كلمات وكتبها بالمصري ويوم هالصحافة الكويتية بعض منتقدي فيصل اكتبه وإنه فيصل يبيع ماء بحارة السقايين يعني إن تكتب كلام كويتي ممكن لكنه بختار أن يكتب شنو كتب؟ كلماته يقول ما تقولها تاني تخيلوا شكل فيصل دويسان الآن؟ الحالي بمثل ماهو وركبوا عليه الكلمات يقول ما تقولها تاني ديم دوباني كلمة حبيبي مليا كياني روحي داعدها لما تعدها تسعد ساعتها أيام زماني ولا أحمد رامي بعزه الرجل قلت لكم لأنه ضليع في اللغة مشى كتب أغاني ما مشت معاه ديش لاين يديد قام يسجل لطميات ما مشت معاه قام يسجل قصائد تصف واقعة الطاف تصف العصر ذاك ما مشت معاه دخل السياسة ما مشت معاه حاول يكون مرشح أو أو مفتاح لمرشح ما مشت معاه إلى أن بلغ في فترة من الفترات في استخدام وسائل معينة هو يراها إيجابية نجح فيصل دويسان وصار عضو مجلس أمة وأنا ناقد فأقول هو عضو مجلس أمة لا لون له ولا طعم له ولا رائحة بقي فيصل دويسان المذيع الذي لم يحسن التعامل مع الكاميرا هذا مثل صغير ليس عن الطموح عن حب الأضواء والشهرة قد تكون أهداف فيصل نبيله ولكن للعامة تظهر أن فيصل حاول ويعني صارع عباب الموج ليشق طريقة ووصل إلى ما هو يريده اليوم كيف يرون الناس شون يشوفونه هلة شون يشوفونه ربعة ما مهم